لم تدم فرحة الديمقراطيين طويلاً بأغلبياتهم البسيطة بمجلس الشيوخ فبعد أيام قليلة من حصولهم على 51 مقعداً بالمجلس أعلنت كريستان سينيما تغيير انتمائها الحزبي من ديمقراطية إلى مستقلة فما هو تأثير ذلك على الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ؟ يتغير الكثير داخل التكتل الديمقراطي بمجلس الشيوخ تماماً كما هو الحال مع العضوين المستقلين بيرني ساندرز وأنغوس كينغ طالما أنها ستصوت مع الديمقراطيين فلن يتغير شيء من ناحية التنظيمية هو تغير شكلي فقط في التسمية لأسبابها الشخصية كريستان سينيما أكدت أنها لن تتحالف مع الجمهوريين بل قالت إنها ستصوت على التشريعات القادمة بنفس المبادئ التي تبنتها على مدار الأربع سنوات الماضية بينما لم تعلن بعد عن نياتها الترشح للانتخابات النصفية القادمة لعام 2024 كمستقلة أم كمرشحة عن الحزب الديمقراطي ما زلنا لا نعلم إذا كان سترشح نفسها للانتخابات القادمة كديمقراطية أم مستقلة وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للديمقراطيين فإذا تحدى الحزب الديمقراطي سينيما بمرشح ديمقراطي منافس فسيؤدي ذلك إلى تقسيم الأصوات الديمقراطية ويمنح الجمهوريين ميزة كبيرة في أريزونا سينيما البالغة من العمر 46 عاما أكدت أن قرارها لا يتعلق بالتوقيت قدر ما يتعلق بالتفكير في حرية العمل مع الحزبين لخدمة المواطنين بولاياتها أريزونا من غير المرجح أن يؤدي قرار كريستون سينيما بابتعادها عن الحزب الديمقراطي إلى تغيير موازين القوى بمجلس الشيوخ القادم حيث أكدت سينيما على عدم تغيير سياساتها ومعتقداتها وبذلك ارتفع عدد الأعضاء المستقلين بمجلس الشيوخ إلى ثلاثة أعضاء والذين يصوتون عادة مع الديمقراطيين عبد الرحمن البرديسي الحرة واشنطن